أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث لكم في هذه الحلقة عن شخصية فريدة بل غريبة فعلا بكل المقايص ذلك هو الشخص المعروف ببير جب الزيباري من أهل بلدة عقرة الذي عاش في النصف الأخير من القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر وربما يتساءل سامع لماذا اخترنا هذه الشخصية ولا يعرف بها أكثر الناس حقيقة اخترناها لما يكمن فيها من معانن هذا الرجل عاش حياة يعني مقتبل حياته عاش إنسانا عاديا تماما رجل صالح يعيش في بلدة عقرة مثله مثل الآخرين من سكان هذه البلدة الوادعة في تلك المنطقة النائية في ذلك العصر عن مراكز المدنية وإن كان لها شأن في منطقتها بوصفها أحدى مراكز إمارة بهدنان التي عاصمتها مدينة العمادية ولكن الرجل عاش حياة عادية تماما إلى أن حدث حدث غير حياته تماما وهو أنه كما هو قال رأى رؤية في المنام أن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام تبدى له تمثل له في هذه الرؤية وهو يأمره بأن يذهب إلى مصر ليجاهد الفرنسيين الذين كانوا قد احتلوا مصر بقيادة نابليون بونابرت في عام 1798 حلم يعني هزه تماما واستيقظ وهو يعني عازم على أن ينفذ هذا الأمر الكريم فجامع عشرين من فتيان عقرة الأشداء والذين كانوا يعني يجلونه لصلاحه وخرج بهم وهم يتنكبون أسلحتهم البسيطة الموجودة معهم وسافر من عقرة إلى بلاد الشام ومن هناك إلى القدس ونزولا إلى مصر حيث كانت الأوضاع في نهاياتها تقريبا يعني الاحتلال الفرنسي كان في يامه الأخيرة وكانت الرؤية تقول بأنه إذا ما شارك في الحرب ضد الفرنسيين فسيفتح الله على المسلمين مصر بعد ثلاثة أيام على أي حال هذه هي الرواية التي رواها وخاض الفتيان العقراويون الحرب وكانت الهدنة في نهاياتها وفعلا كانت بعد أيام قليلة أعلنت الهدنة والجنرال مينو الفرنسي وقع هذه الهدنة وكان هذا بداية انسحاب القوات الفرنسية من مصر هناك قابلة قائد الجيش العثماني الموجود المرابط في تلك المنطقة واستبشر الناس بمقدمه وبالنهاية التي حدثت لهذا الاحتلال على نتيجة مقدمه أو كرامته كما اعتقد الناس في ذلك الوقت عاد إلى بلدته تسبقه شهرته وآمن الناس بكرامته هذه ويعني ظل محبوبا ومقدرا من الناس ثم أنه شارك في حملة عسكرية أخرى ضد بعض المتمردين قطاع الطرق والذين كانوا يهلدون المواصلات في ذلك الوقت وانضم إلى حملة كان يقودها والي بغداد علي باشا وفعلا يعني خاض معركة مهمة مع أربع مئة من أهل عقرة الأشداء ولم يقتل منهم إلا عدد قليل جدا يعني وكتب الله لهم النصر في هذه المعركة آمن أهل عقرة بكراماته وبأنه جمع إلى جانب صلاحه وزهده وورعه بأسا شديدا وبالتالي تحدث الناس عن هذه الكرامات وخاصة أنه كان حينما يعود إلى عقرة يلتف حوله الناس ويعني يتجهون معه إلى الذكر وإلى العبادة وجمع بين الحالين حتى أن بعض الرواد يقولون كان الضيوف يشمعون عنده كل يوم كل ليلة هو حقيقة أولئك الضيوف هم الذين كانوا يعني يلتفون حوله لإقامة حلقات الذكر في كل ليلة ويعني عاش في عقرة محترما مقدرا حتى توفي ودفن في البيت الصغير الذي كان يملكه في تلك الحجرة التي كان يجتمع فيها الضيوف أو أهل الذكر وظل قبره مزارا لأهل عقرة والوافدين إليها حينا من الدار وما زال موجودا في عقرة وقد رأيته وهو بيت صغير في سفح جبل عقرة تعلوه قبة صغيرة خضراء وحجرة أخرى للضيوف وإلى غير ذلك هذه السيرة القصيرة كانت مفعمة بالمواقف منها مثلا أنه كان يحتفظ ببدلة قتالية لكنها لا ترقى إلى زمانه عبارة عن خوذة قديمة وبدلة أو قميص من الزرد الزرد هو حلقات الحديد يعني ينسج منها رداء أو قميص لحماية المقاتل من طعنات السيوف أو ما شاكل ذلك مع أنه في زمانه لم تكن يعني ظروف القتال والأسلحة وتطور الأسلحة وخاصة وجود الأسلحة النارية لم يكن يعني يتوافق مع هذا النوع من السلاح وقد سألت من يروي جيلا بعد جيل ما هي قصة هذه البدلة فقيل لي أن هذا الرجل جب الولي الصالح كان جده ويدعى شمس الدين قد حارب مع جيش صلاح الدين الأيوب قبل قرون وظلت أسرته تتوارث هذه البدلة وتتبارك بها وأهل عقرة يتباركون بالخوذة يعني الأطفال الزائرين يلبسونهم هذه الخوذة تبركا بصاحبها صاحبها كان جدا لبير جب هذا وعلى فكرة بير هذه أطلقها أهل عقرة على جب وتعني الشيخ الصالح تقريبا بمعنى الشيخ الصالح الولي واعتبروه وليا أما جب وهو اسم غريب فعلا لكنه مشتزأ من كلمة جبرائيل فاستثقل الناس كلمة جبرائيل يعني تقيلة أو طويلة فاختصروا الاسم إلى جب من جبرائيل ثم عرف باسم رجب لأن اسم رجب أكثر شيوعا في المجتمعات الإسلامية فعرف بجب أو برجب ظلت هذه البذلة تمثل عنوانا للدور الذي أداه بالرجب وأداه جنده الأكبر الذي حارب مع جيس صلاح الدين وهي بدلة فعلا رأيتها ترقى إلى عهد الحروب الصليبية وما تزال هذه البذلة موجودة في نفس المكان من طريف ما يذكر أن يعني أن فيرجب والفتيان العشرون الذين رافقوه إلى مصر أحدهم جاء بزهرة غريبة زرقاء اللون تسمى محليا هنا في عقرة تسمى سمبل لكن أظن أن اسمها في مصر مختلف عن هذا جاء بهذه الزهرة وزرعها في عقرة وزرعها في مقبرة الأسرة في القريبة من عقرة وتكاثرت هذه الزهرة الغريبة يعني زهرة زرقاء تماما في هذه المنطقة تذكر الزائرين بذلك الجد الذي ذهب مجاهدا بكرامة يعني غريبة حقيقة انفرد بها ولها رائحة زكية حينما عاد إلى عقرة الدولة العثمانية حقيقة يعني والمسؤولون في ذلك العهد منحوه راتبا تقاعليا محلودا يعني تقديرا لكرامته وهو لم يكن من أهل الرواتب يعني كان رجلا زاهدا تماما يقضي وقته بالعبادة لكنه كلما كانت الظروف تستدعي أن يشارك فيما يدفع خطرا ما عن بلاده عن بلاد المسلمين تجده يذهب ويقاتل كأنه شاب يعني في عنفوان قوته وبأسه بير جب هذا ظلت أخباره تتناقل من جيل إلى آخر حتى تلقفها مؤرخ موصلي هو ياسين العمري المتوفى يعني بعد عام 1232 هجري 1816 وسجلها في كتابه غرائب الأثر في حوادث ربع القرن الثالث عشر وفي كتب أخرى سجلها في بعض ما كتبه وحدثنا فعلا عن هذه الكرامة عن هذه الرؤية العجيبة وعن دور هذا الرجل وقدرته في أن يجمع شبان عقرة يعني أربعمائة مقاتل ويبقى عقرة في ذلك الوقت لم تكن كبيرة يعني للقيام بعمل عسكري نافع لا سيما في حماية بلدة عقرة وطرقها والمنطقة من يعني من قطاع الطرق وغيرهم إذن حقيقة نقول مع أن حجم ما قام به لا يضاهى بما قام به صلاح الدين ولكن المغزى هو واحد هو يعني لو جردنا الحادثة هذه من بعض تفاصيلها وجدناه صلاح الدين من نمط مشابه يعني وهو أنه انتخى إلى إلى شعبه إلى بلاده أيضا وقف ضد الفرنسيين الفرنجة كما كانوا يسمون في عهد صلاح الدين وذهب مجاهدا في تلك المنطقة البعيدة لو لا أن طبعا صلاح الدين تمكن من حكم مصر وإلى غير ذلك لكن هذا الرجل عاد زاهدا في السلطة تماما وطامعا بمرضات الله تقدم لنا سيرة بيرجب إذن نموذجا غنيا مفعما بالمعاني للإنسان البسيط كم يستطيع أن يكون مؤثرا في أحداث عصره إذا كان مخلصا لمبدئه الرجل كان مخلصا لمبدئه جمع بين مبدئه هذا وبين الصلاح والتقى فعرف بالقديس أو بالمصطلح الإسلامي بالولي تتلمذ على يديه عديدون من أهل عقر ومن زوارها أصبح داره مزارا ومعتكفا ومدرسة تربوية تربى فيها كثيرون من من كانوا يزورونه ويتأثرون بسيرته وتلامدته بعضهم نعرفهم وأصبح فيما بعد ما كان يسمى بخلفاء الطريقة وهي بالحقيقة ليست خلافة بالمعنى المفهوم ولكنهم أتباع مخلصون نقلوا مبادئه وخلقه وأثروا بمن تتلمذ على يديهم أيضا مما يمكن أن نذكره هنا أن فيما بعد يعني قيل أن هذا المكان الذي دفن فيه كان يمثل مقاما لا قبرا له مع أن هذه ليست صحيحة وأنما هو قبره موجود ولكن سوية بالأرض تماما وأصبح الناس يعني لا يجدون قبرا ولكنهم يشعرون بعباقه بعباق سيرته تملأ المكان ويحسون بكرامته وإن لم يجدوا أثرا ماثلا أمامهم ظلت روحانية هذا الشيخ تملأ بيته حتى بعد قرون من أو قرنين من وفاته في عقرة وتمثل سيرته التي ما تزال يرويها بعض الناس بعض المسنين جيلا من بعد جيل وما سجله ياسين العمري تمثل سيرته هذا هذه يعني شيئا محببا للنفس يمثله قدوة صالحة للناس لزواره لعارفه فضله ثم يعني ربما هذا الجيل بدأ أو هذا الجيل أو الجيل الماضي بدأ يتناقص عدد الذين يعرفون ضوعة سيرته و يعني مشاغل الدنيا ومشاغل الحياة شغلتهم عن هذه السيرة العطيرة لهذا الرجل الكبير في نقائه الكبير في نواياه الكبير في كراماته والضئيل في طبيعة الحياة التي البسيطة التي عاشها والزهد الذي كان يعني يتسم به كل ما عاد إلى بلده نتصور أن هذا الرجل يستحق أن يتذكره أبناء هذا الجيل أيضاً وداره هذه تستحق أن تكون يعني يسلط عليها بعض الاهتمام في الأقل لتكون يعني لتذكر بهوية في الأقل هوية ذلك الرجل بير جب أو بير جبرائيل الذي عرف كما ذكرنا أيضاً ببير رجب على فكرة حقيقة والشيء بالشيء يذكر هو عاصر عدد من أمراء بهدنان أمراء العمادية وتأثر هم بسيرته وكانت له علاقاته التربوية مع أولئك الأمراء كانوا يقصدونه عاصر عدداً من أمراء عصره لكنه لم يقصد ولم يطلب شيئاً لنفسه كان مؤثراً بأولئك الأمراء في تربيتهم في توجيههم كان مربياً لكنه كان يعاف كل شيء يقربه إلى السلطة أو إلى المال كان زاهداً متربياً مربياً لا غير غير ذلك أعزائي المشاهدين لنا حديث آخر إن شاء الله في حلقة المقبلة وليس لنا هنا إلا أن نترحم على هذه الشخصية الغريبة الفريدة غير المعروفة تماماً التي غابت أخبارها في مطاوي الزمن نتذكرها ونترحم عليها وإلى حديث آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 ترجمة نانسي قنقر